نفى الأمين العام للاتحاد العالمي العلماء المسلمين نال أستاذ الدكتور علي القرداغي بيانا منسوبا للاتحاد يدعم فيه النظام الإيراني في قمعه للمحتجين وقال الشيخ علي القرداغي إن البيان المنسوبة للاتحاد بيان كاذب وأضاف فيه تغريدة أن البيانة تمت فبركته في الغرف المظلمة ومكينات التزوير وصناعة الأراجيف وأزعم البيان أن الاتحاد العالمي العلماء المسلمين يدين الاعتداء على رجال الأمن وموظف الدولة ويؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل جهات خارجية مشبوهة تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب وتعطيل الجمهورية الإسلامية عن المضي قدما في مسار التنمية والبناء اللافت أن الاتحاد العالمي العلماء المسلمين أصدر بيانا مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي أدان فيه العمل الذي تتعامل به السلطات الإيرانية مع المحتجين ودعا الاتحاد جميع المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وندد بالعنف والاعتداء على النفس والمال والعرض فالحفاظ على هذه الكليات من أعظم مقاصد الشريع الغراء والاعتداء عليها من أكبر الكبائر بحسب بيانه حينها ومنذ منتصف أيلول سبتمبر الماضي تشهد إيران احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات